أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي في موضوع شفاء العالم قال قداسة البابا فرنسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت إذا اعتنينا بالخيرات التي يمنحنا إياها الخالق وإذا تشاركنا بما نملكه فلا ينقص أحدا منا شيء وحينها يمكننا أن نلهم الرجاء لغيرنا من أجل تجديد عالم فيه المزيد من العدالة كما تحدث قداسته عن المشاكل الاجتماعية التي كشفتها جائحة كورونا وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة الكديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في شمولية خيرات الأرض وفضيلة الرجاء وذلك في إطار تعليمي في موضوع شفاء العالم قال كداسته أمام الجائحة وعواقبها الاجتماعية يواجه الكثيرون خطر فقدان الرجاء وقد كشفت الجائحة بعض المشاكل الاجتماعية وزادت عليها وخصوصا مشكلة عدم المساواة التي هي ثمرة نظام اقتصادي أثيم وأضاف كداسته إن عدم المساواة الاجتماعية والتظهور البيئي يسيران جنبا إلى جنب وأصلهما واحد وهي خطيئة الرغبة في الامتلاك والتسلط على الإخوة والأخوات وعلى الطبيعة وعلى الله نفسه الأرض كانت من قبلنا وأعطانا إياها الله ملكا مشتركا لكل الجنس البشري ولهذا فما نملكه هو لنا ولغيرنا أيضا من واجبنا أن نضمن وصول ثمار الأرض إلى الجميع وليس لأنفسنا وللبعض فقط وقال كداسته لننظر إلى يسوع ومع اليقين بأن محبته تعمل من خلال جماعة تلاميذه لنعمل نحن أيضا معا على أمل أن ننتج شيئا مختلفا وأفضل ومثل الجماعات المسيحية الأولى لنكن نحن أيضا قلبا واحدا وروحا واحدا ويتعلم أن تقاسم خيرات الأرض إن الرجاء المسيحي متجذر في الله هو مرساتنا إنه يدعم إرادة مشاركة خيرات الأرض ويوكوهي رسالتنا كتلاميذة للمسيح لذي شاركنا في كل شيء والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية اموتا أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية إذا اعتنينا بالخيرات التي يمنحنا إياه الخالق وإذا شاركنا ما نملكه فلا ينقص أحدا شيء فيمكننا حقا أن نلهم الرجاء لغيرنا من أجل تجديد عالم فيه مزيد من المعافاة والعدالة ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر